عزيز الطالب، مرحباً بك في درس مادة العلوم من الصف الأول لابتدائي الوحدة الخامسة، المادة الفصل العاشر، تغيرات المادة الدرس الأول، المادة تتغير أهداف الدرس أولاً، وصف تغيرات المادة الصلبة في الشكل والحجم ثانياً، التمييز بين تغير شكل المادة وحجمها وبين تغير مكوناتها والآن عزيز الطالب، حتى نتعرف على كيفية التغير المادة، هيا ننفذ النشاط التالي تمزيق ورقة أحذر ورقة، ثم قم بتمزيقها أو ثنيها أو طيها سجل ملاحظاتك حول ما شاهدت أحسنت، اختلف شكل الورقة وتحولت إلى قطع صغيرة ولكن يا ترى، هيا نطرح بعض الأسئلة هل تغير شكل الورقة عندما مزقتها؟ بالطبع، نعم لكنها لا تزال مكونة من المادة نفسها وهي مادة الورق صف ما شاهدت عند تمزيق الورقة، سيتغير شكلها الخارجي، لكنها ستبقى مكونة من الشيء نفسه والآن عزيزي الطالب، هيا ننفذ النشاط التالي تشكيل الصلصال من منا لم يشكل مجسماً لشيء يحبه من الصلصال؟ استخدام الصلصال التي استخدمتها في البداية؟ نعم والآن عزيزي الطالب، بما أن قطعة الصلصال تغيرت، صف لنا التغيرات التي حدثت في قطعة الصلصال؟ أحسنت عند تشكيل قطع الصلصال الملونة لعمل مجسم الحيوان، تغير شكلها، لكنها بقيت مكونة من الشيء نفسه كيف تتغير المادة؟ عزيزي الطالب، أحضر أحضر ورقة بيضاء، وقم بثنيها إلى نصفين، ثم أرسم على النصف الأيسر تفاحة، وارسم على النصف الآخر التفاحة بعد ثنيها أحضر ورقة بيضاء الأوراق، رقائق الألمونيون، والمناديل الورقية أحسنت 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 هل يمكن تحويل الرمادي إلى ورقة مرة أخرى؟ لأن صفاتها ومكوناتها تغيرت والآن عزيز الطالب إليك السؤال التالي ماذا سيحدث للتفاحة عند تركها لمدة أسبوع خارج الثلاجة؟ بالطبع سيتغير لونها وطعمها هل يمكن إعادة التفاحة إلى أصلها مرة أخرى؟ لا يمكن إعادة التفاحة مرة أخرى لتغير مكوناتها والآن عزيز الطالب دعنا نرسم خريطة مفاهيمية لما تعلمنا تغير المادة قد يكون تغيراً في الشكل أو الحجم وقد يكون تغيراً في مكونات المادة التقويم الختامي التقويم الختامي أكمل الجملتين التاليتين بالكلمات المناسبة عند تقطيع الخبز شكله وتبقى المادة نفسها أحسنت عند تقطيع الخبز يتغير شكله وتبقى المادة نفسها تغير المادة يعني تغيراً في شكلها أو حجمها أو مكوناتها ثانياً كم طريقة يمكن استخدامها لتغيير شكل ورقة؟ أحسنت هناك ترائق كثيرة والآن عزيز الطالب انتهى درسنا لهذا اليوم شكراً لك على حسن استماعك